مرحبا حضراتكم معنا مرة تانية يحدث في مصر ممكن حضرتك أو حضرتك تتصوروا أن دي فقرة صعبة أو حوار صعب هم صعبين فعلا بس فيه أمل وأمل كبير لأنه بغض النظر عن تكلفة العلاج فالعلاج موجود ممكن تشوف صورة رشيد في البيبي اللي عنده سنة وست شهور أو سنة وثمان شهور فزي ما احنا بنقول كده يخطف قلبك ما كانتش والدته أم رشيد أستاذ هدى ما كانتش متخيلة وهي دلوقتي قبل ما نبدأ حالا يقولي أنا كنت بفض فض ما كانتش متخيلة وهي كتبة هي والأستاذ ياسر أبو رشيد كتبين الكلام ده أنه هم بيفض فضوا ما كانوش متخيلين أنه ده حيبقى التفاعل اللي هيحصل مع الحالة اللي هم طلبين الدعوة ليها وإن شاء الله ربنا يمن على رشيد بالشفة حبينا نعرف من الأستاذ هدى قطر خيرا أنها يعني شرفتنا لأنه الأم هي يعني مش حبابة بالغ أنه لو رشيد مريض هي مريضة هي أكتر واحدة وحسة باللي بيحصل وحسة بالتعب اللي موجود وفي نفس الوقت هي القلبها هنا وعقلها مع جوزها في الأمارات في دبي علشان الحقنا الحمد لله بقت متوفرة أو العلاج ده أول علاج جيني في العالم بقى متوفر في الأمارات العربية المتحدة بيتاخذ في الولايات المتحدة الأمريكية وبقى موجود في دبي فكمان مشرفنا من خلال الزوم الأستاذ ياسر أستاذ ياسر إزايك أولا أرجو أنك تكون سمعني كويس آه يا فنسامح أبدا كويس أنا بكلمك أنت الأول مع أنه مفروض عملا بمبدأ السيدات أولا يعني نتكلم مع الأستاذ هدى لكن أنا بكلمك أنت الأول علشان أعرف آخر حاجة وصلت لها إيه ده اللي همنا الأول أنا عارف أنه أنت بتشوف العلاج ومؤثر ولا لا أو بتجمع معلومات عنها بالزبط كده يا فنس ما فيش هو دلوقتي إحنا مفروض النقطة اللي إحنا وقفين عندها هي جمع الفلوس لأن هنا المستشفى عشان تجيب الحقنة أو عشان تبتدي تتعاقد على الحقنة يعني لازم تدفع على الأقل 25% من 8 الحقنة ولازم تعمل بعض الفحوصات لرشيد زي فحوصات الدم عشان يتأكدوا يعني من شوية حاجات قبل ما يأخذ الحقنة إحنا دلوقتي تفضل كامل كلام أو يعني على الأقل ربع المبلغ أنه يتحط عشان نحوله للمستشفى وبعد كده نبتدي يعني نتحرك ناحية دبي يعني أنت بتكلم على أنه ربع المبلغ يبدأ الإجراءات دي معلومة مهمة بالضبط أنا كنت في المستشفى من كام يوم وقابلت دكتور هناك اسمه عيسم البشير وهو يعني طبعا هو دكتور مخوة عصاب أطفال وقال لي أن في بعض الفحوصات محتاجة تتعمل وعشان كده لازم رشيد ييجي بس طبعا الفحوصات دي بعديها بيتحط 25% من 8 الحقنة عشان يتعمل أردر على الحقنة فتبدأ الفحوصات